مساء الخير والمحبة عليكم أصدقائي تحياتي لجميع هذا الفيديو مهم جدا جدا لأنه راح نتناول بمجموعة من المعلومات اللي يتهم سكان ألمانيا الفئات العمرية اللي أكثرها تعرضت إلى الوفاة بسبب كورونا يعني الفئات الأكثر تعرضا للوفاة الشباب كم نسبة اللي يتوفوا من عدهم من بداية الأزمة لحد هذه اللحظة وعدنا موضوع فضيحة كبيرة بخصوص أحد الأحزاب في ألمانيا واتهامات خطيرة بانتهاك حقوق الإنسان من أعلى مكتب رقابي في ألمانيا اللي هو البندوس في الفاسونج شوتس وبعدها راح نيجي على مواضيع عامة مواضيع وتقارير صحية وسياسية وتسريبات لاجتماع اليوم اللي راح يصير بين المستشارة ورؤساء المقاطعات وبالأخير الحكم المؤبد على أحد اللاجئين في ألمانيا نتيجة عمله لشيء كارثي في أحد الكمبات اللي كان يسكن بيها أصدقائي بالـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 418 حالة وفاة بكورونا وحالات الإصابة اللي تمت إحصائها خلال 24 ساعة الماضية من موقع روبرت كوخ اللي هو يعني الموقع اللي يتم اتباع أرقامه في ألمانيا اللي هي 9,019 حالة الرقم هذا أكثر بألف حالة عن ما كان قبل أسبوع وهذا هو إشارة إلى أنه الأرقام بزيادة والإصابات بزيادة نوعا ما الزيبن تاقي إنسيدنس هو على 64.0 هذه الأرقام العالية من الزيبن تاقي إنسيدنس هي أعلى ما تم تسجيله خلال ثلاثة أسابيع كل الحالات في ألمانيا 1,460 حالة الحالات الفعالة يعني هال 1,460 حالة من ضمنها حالات يعني شو فيو ومن ضمنها حالات يعني وفاة ومن ضمنها حالات فعالة بالوقت الحالي الحالات الفعالة بالوقت الحالي يعني عدد الأشخاص الحاملين لفيروس كورونا بالشوارع وفي ألمانيا ككل 113,869 أما بالنسبة لموضوع الوفيات مقابل الأعمار الصراحة التقارير بالوقت الحالي بسبب انتشار طفرة بريطانيا B117 أشارت إلى ارتفاع بسيط بحالات الوفاة بالنسبة للشباب خلونا شوف الأرقام والأعمار للذكر والإناث من هو الأكثر عرضة للوفاة اللي إذا تشوفوا أصدقائي هو تقرير من موقع روبرت كوخ اللي هو الرجال بالنسبة للأعمار من صفر إلى تسعة سنين الوفيات في كل ألمانيا ثمان وفيات هذا ما تم تسجيله في موقع روبرت كوخ بالنسبة من عشر إلى تسعة عشر عام ثلاث وفيات من عشرين إلى تسعة وعشرين عام ثمانية واربعين وفات يعني ككل النساء عشرين حالة والرجال ثمانية وعشرين يعني هاي الفئة العمرية الرجال هم أكثر عرضة للوفاة بيها اللي من ثلاثين إلى تسعة وثلاثين ثمانية وسبعين للرجال ثمانية وثلاثين للنساء أيضا نسب الرجال أعلى حس نيجي إلى الفئات من 40 إلى 49 يعني مثل ما تشوفون 256 للرجال 120 للنساء 50 إلى 59 1279 للرجال يعني حالات وفيات للرجال 524 عند النساء من 60 إلى 69 النساء 1600 تقريبا والرجال 3740 من 70 عام إلى 79 عام الرجال 8666 النساء 4000 حالة وفاة من 80 إلى 89 وهي يعني الفئات الأكثر عرضة للوفاة 16 ألف أو عفوا 16 ألف للرجال 16 ألف أيضا يعني 16.475 رجال 16.250 للنساء تقريبا متقاربة ولكن الأعمار اللي فوق التسعين تم تسجيل 5494 للرجال و10.818 للنساء وهذا الرقم يعني ربما بسبب وجود المعمرين النساء أكثر من وجود المعمرين للرجال يعني الفرق هنا شاسع بالنسبة للفئات العمرية الحزب يعني الحزب يعني اللي يتهم بالعنصرية وفقا لمعلومات البندلس فالسونج شوتس تم تصنيف حزب آف دي كحالة مشتبه بها ومع ذلك لا يمكن للمكتب يعني مكتب البندلس فالسونج شوتس لحماية الدستور التحدث في هذا الموضوع على الأمام الجميع الهيئة هيئة حماية الدستور تريد أن تراقب حزب البديل ككل ولكن منذ أن ذهب حزب البديل إلى المحكمة الإدارية في كولن وطعن في قرار المراقبة يعني امتنع المكتب عن ذلك وحسب البيانات المنشورة الآن من هيئة الدستور أو هيئة حماية الدستور هناك نشاط محتمل ومؤشرات فردية بأن الحزب يقوم بخرق للدستور الألماني حتى الآن لم يتم الإدلاء بتفاصيل كاملة وأكتفى المكتب أو الهيئة بالقول أن لنا القدرة على التمييز بين الحالات المتطرفة من غيرها ولدينا الصلاحية لتجنيد مخبرين سريين كمصادر بشرية أو مراقبة المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الألكتروني لكل حالة يتم الاشتباه بها ويمكننا أيضا استخدام أجهزة المخابرات هذا الكلام هو موجه إلى حزب الآف دي الألترانيتيف دويتشلاند اللي هو حزب البديل اليمين الشعبوي البيانات اللي يجمعها هذا المكتب أو هيئة حماية الدستور تتكون من 800 صفحة تشير بشكل خاص إلى أن الحزب يعني متهم أو عليه إثباتات بحالات انتهاكات في ألمانيا ضد كرامة الإنسان وضد الديمقراطية وحرية الرأي في ألمانيا هذا الاتهام هو خطير يعني أول اتهام بهذا الحجم من نوعه من البوندوس في الثلاثون شوتس وحاليا يتم تداوله بشكل كبير جدا في وسائل الإعلام الألماني أصدقائي قبل الاجتماع عن مستشار أنجل ميركل مع روساء المقاطعات الستة عشر يعني اللي راح يصير اليوم الساعة أرباط عشر أو الساعة بالثنتين اللي راح أعلمكم من نتائج احتمال يتأخر إلى منتصر في الليل احتمال أنشر لكم نتائج اليوم أو يوم غدا الصراحة يوجد أربع تسريبات مهمة يعني قد تأخذ أولوية قد تتحقق أو قد لا تتحقق الصراحة مدى أنطيها همية كبرى ولكن رغم ذلك راح أخبركم بها لأني تم تداولها في وسائل الإعلام أصدقائي بالنسبة للتسريبات بعض الآراء المهمة من السياسين الألمان يعني تذكر أو تنص على أنه المناطق التي إصاباتها قليلة في إشارة إلى إصابات تحت الخمسة وثلاثين كزيب انتاق انسيدنس كل ما يتألف نسمة في كل سبعة أيام يجب أن يتم السماح للمحلات بها بالفتح بأسرع وقت ممكن وأن يتم توفير مساحة 20 متر مربع لكل شخص يعني نفس قبل يفتحون المتاجر ويخلون الناس تنتظر بره ويخلون يعني الكوففاقين أعدادها محدودة حتى يسيطرون على هذا الأمر لو تم تحقيق هذا الأمر حسب المصادر سوف تتشجع الناس على الالتزام بالقواعد وبالإجراءات الصحية من أجل أن يتم افتتاح مدنهم على غرار المدن المجاورة أو المدن الأخرى التي يعني سمعوا أنه بها الأمور مفتوحة هذه يعني بالنسبة إلى المحلات أما بشكل عام لا يوجد لحد الآن تسريبات بخصوص المحلات التسريبات تشير إلى أنه الفحص السريع يجب أن ينتشر بشكل كبير ولما يصل يعني انتشاره إلى مرحلة معينة ويصبح يعني بإمكانية جميع شراء عندها سوف تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل يعني كبير جدا جدا يعني راح تكون الحياة أقرب إلى يعني عودتها إلى طبيعتها لأنه فحوصات أكثر عزل الحالات المصابة والحرير الحالات الغير المصابة هذا هو المراد من قبل الفحوصات السريعة أما بالنسبة إلى في بداية ثمانية ثلاثة يعني الثامن من شهر آذار مارس ترغب المستشارة أنجل ميركل أن يتم السماح للمكتبات بالافتتاح مع محلات الحدائق يعني الأغراض والمسلزمات الخاصة بالحدائق تعرفون الآن بداية فصل الربيع وهذه الأمور ضرورية للي عندها حديقة ويعتني بيها تسريب آخر أنه هناك بعض الأنباء التي هي غير مؤكدة لحد الآن أنه سوف يتم السماح ببعض يعني تخفيف بعض الإجراءات مثل السماح لأسرتين بزيارة بعضها على أن يكون مجموعة الأسرتين هو خمسة أشخاص بالغين والأطفال لا يتم احتسابهم أما التسريبات التي هي أكثر انتشارا في ألمانيا والتي يمكن أن يتم اعتمادها خصوصا واللي راقب الأخبار بشكل يعني مكثف ينتبه على أنه طفرة بريطانيا يعني وصلت إلى نسب جدا جدا عالي في بعض المدن في ألمانيا وصلت النسب إلى 70% من الإصابات هي طفرة بريطانيا وهذه الطفرة تأثر على فئات عمرية يعني حتى الشباب والصغار المستشار أنجلي ميركل مع تمديد الغلق أما يعني إلى حد 38 آذار مارتس أو إلى بداية شهر الرابع ورح يكون اجتماع آخر رح يقررون به ما الذي سوف يفعله في بداية الشهر الرابع هذا كان كل ما يتعلق بالتسريبات الآن ننتقل للموضوع الأخير اللي هو الحكم المؤبد على لاجئ عمل جريمة بالكامب الذي كان مقيم به أصدقائي أصدرت محكمة أوغسبورغ حكم ضد شخص الشخص هو لاجئ عمره 30 عام عمل جريمة اللي هي قطع حنجرة شخص يعني يعتبر أخو زوجته بعد أن انفصلوا والشخص اللي تم قتله هو عمره 15 عام المحكمة حكمت بالسجن المؤبد وعدم إمكانية تعليق عقوبة السجن يعني ليس قبل 15 عام يعني يجب علي أن يقضي حياته كلها بالسجن وإن كان هناك إمكانية لتخفيف الحكم فليس قبل يعني 15 عام الأفغاني حسب ذكر المصدر في موقع بلد الإخباري ذهب يعني قام بالذهاب إلى السوق واشترى سكينة طويلة وذهب لأهل زوجته اللي هو منفصل عنها ونحر أخوها الصغير وجرح بقية أفراد الأسر الآخرين الجريمة اللي يرتكبها يعني صدمة جدا كبيرة مثلت بالمجتمع في ألمانيا وتفاعل الناس مع هذا الخبر بشكل كبير جدا جدا المحامي اللي هو يدافع عن هذا الشخص ذكر في دفاع عن موكلة أنه موكلة كان قد تعرض للضرب من قبل أهل زوجته وقام بالدفاع عن نفسه لا يوجد أي إنسان عاقل يجد أنه هناك مبرر لذبح شخص أو قتل شخص بسبب التعرض للضرب هذا ليس يعني دفاع عن نفس هذه جريمة نتمنى أنه أبا ما يخرج من السجن بما أنه الحكم المؤبد هو أقصى عقوبة ممكن يتعرضها للإنسان في ألمانيا وصلنا للنهاية يا أصدقاء إن شاء الله تكونوا استفاديتوا تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة تحياتي لكم